أعرب معالي السيد أحمد بسلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عن صادق التهاني وخالص التبركات إلى دولة الكويت الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني الثالث والستين وذكرى يوم التحرير الثالث والثلاثين رئيس مجلس النواب أشار أو أشاد بما تشهده دولة الكويت الشقيقة من تقدم وتطور في كافة القطاعات التنموية والرؤية العصرية والجهود الوطنية مؤكدا معاليه أن أفراح دولة الكويت الشقيقة هي أفراح ومناسبات مجيدة لمملكة البحرين وإنما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية واهتمام متواصل ودعم مستمر لتطوير كافة أوجه التعاون يأتي في ظل الاهتمام الملكي السامي من لدن جلالة الملك المعظم وأخيه أمير دولة الكويت مشيرا معاليه إلى أن العلاقات التاريخية العريقة البحرينية الكويتية وما يجمع البلدين وشعبين الشقيقين من أواصر المحبة ووشائج القربة والمصير المشترك تشكل قاعدة راسخة ومرتكزا أساسيا في تحقيق النماء والاستهار واستدامة المشاريع الثنائية التي تعود بالخير والنافع على البلدين ومصالحهما المشتركة والتكامل والتنسيق المستمر ترجمة نانسي قنقر